السلام عليكم أهلا بكم أبنائنا وابنتنا طالبات وطالبات الشهادة الابتدائية وحلقة جديدة وبرنامجكم مدرسة على الهوى ومادة العلوم النهاردة حلقتنا غير كل حلقة من الحلقات السابقة في اختلافين النهاردة أو هنلاحظ أنه فيه فرق في حلقتنا النهاردة عن الحلقات السابقة أول اختلاف عندنا أنهنا النهاردة إن شاء الله هنبدأ في المراجعة وهنبدأ بحل التدريبات كتاب الوزارة لأن إن شاء الله الامتحانات بتاعتنا مش هتخرج برة هذه الأسئلة رقم اتنين فيه مفاجأة في نهاية حلقتنا ودي إن شاء الله لما نوصل لنهاية الحلقة هنبدأ نعرف المفاجأ أيضا هيبقى فيه حاجات في النص كده هنبدأ نتعرف عليها طبعا إحنا بنبدأ نستعد إلى امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني وطبعا فيه عندنا بعض التعليمات والتوجيهات إن شاء الله لليت الامتحان هنبدأ نوضح هذه التعليمات لكن قبل ما نبدأ أحب نقول لأبنائنا أنه قبل ما نشتغل في المراجعة أول شي عندنا لازم نكون مخلصين ومذكرين المادة العلمية بتاعة المنهج ككل ونبدأ مع بعض أول تدريب والسؤال الأول عندنا في صفحة 56 في كتاب التدريبات والسؤال الأول عندنا بيقول اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي أول سؤال عندنا تختلف روافع النوع الأول عن روافع النوع الثاني فيه ألف عدم وجود قوة مؤسرة با وجود نقطة سابقة ترتكز عليها جيم موضع نقطة الارتكاز زي ما عرفنا روافع عندنا تلات أنواع النوع الأول النوع الثاني النوع الثالث الاختلاف بينهم بيكون فين عشان أقدر أتعرف على نوع الرفع بيكون فيه موضع نقطة الارتكاز يبقى إذن أول سؤال عندنا الإجابة بتاعته هتبقى الفقرة جيم يبقى السؤال الأول احنا عندنا كده سين واحد الفقرة الأولى هيبقى الإجابة الصحة عندي هي الفقرة جيم ده رقم واحد ده بالنسبة لي السؤال الأول نشوف مع بعض السؤال الثاني بيقول ايه عندنا في السؤال الثاني تنشأ ظاهرة خصوف القمر ألف في نهاية الشهر القمري بقى في منتصف الشهر القمري بمعدل خصوفين كل سنة جيم في أوائل الشهر القمري ويظل لمدة ساعة أو ساعتين خصوف القمر عندنا ظاهرة فلاكية بتحدث ليلا في منتصف الشهر القمري وانا من شروطها ان يكون الارض بين الشمس والقمر على استقامة واحدة وانا ان يكون القمر في طور البدر والبدر عندنا بيكون في منتصف الشهر يبقى اذا الفقرة الثانية او رقم اثنين عندنا هتبقى الاجابة الصحيحة هي رقم بي ياريت ابناءنا ان يكون مجاهزين عندنا الكتاب و بنرجى مع بعض كده والسؤال اللي جابة على طول هنحلها مع بعض رقم ثلاثة عندنا اي مما يلي من روافع النوع الثاني ماسك الحلوة عربة الحديقة الارجوح لو بصينا مع بعض احنا قلنا عندنا روافع النوع الثاني عندنا ثلاثة امثلة ما لهم شرابع اول مثال عندنا كان فتاحة المياه الغازية رقم اثنين عربة الحديقة رقم ثلاثة كسارة البندق فعندي ثلاثة امثلة روافع النوع الثاني ما لهم شرابع عندك في المنهج عربة الحديقة كسارة البندق فتاحة غطاء الزجاجات المعدنية فهنا عندنا الإجابة بالنسبة لي رقم ثلاثة هتبقى الاختيار باع اللي هو عربة الحديقة يبقى ثلاثة هيبقى الإجابة عندي رقم باع نشوف بعد كده عندنا السؤال الرابع هننتقل إلى صفحة 57 والسؤال الرابع بيقول أي الروافع التالية تكون فيها القوة بين المقاومة ونقطة الارتكاس طبعا احنا نتفق مع بعض أو اتفقنا مع بعض بعد كده أن نرافع ثلاث أنواع نوع أول نوع ثاني نوع ثالث النوع الأول سمنا نون النوع الثاني سمنا ميم النوع الثالث سمنا قاف نون اللي هي كانت نقطة الارتكاس وأن في النوع الأول تقع نقطة الارتكاس بين القوة والمقاومة في النوع الثاني عندنا كانت تقع المقاومة بين القوة ونقطة الارتكاس النوع الثالث تقع القوة بين المقاومة ونقطة الارتكاس فهنا بيقول لي أي الروافع التالية تكون فيها القوة بين المقاومة ونقطة الارتكاس بمعنى كده بيقول لي مين اللي هنا من روافع النوع الثالث دي صيغة أخرى لي السؤال كسارة البندق ولا المقص ولا ماسك الحلوة طبعا عندنا من نسبة ليه أمثلة روفي النوع الثالث كثيرة وهيبقى الاختيار عندنا في رقم 4 جيم ماسك الحلوة يبقى إجابة الفقرة رقم 4 هيبقى عندنا الإجابة جيم اللي هو ماسك الحلوة نيجي ننتقل إلى النقطة التالية خمسة النتح طبعا عملية النتح بيقول ليه هو النتح ألف فقد الماء في صورة بخار ماء من النبات ولا انتقال الماء خلال غشاء شبه منفذ من منطقة أعلى في التركيز إلى منطقة أقل تركيز ولا امتصاص الماء من خلال جدر النبات احنا طبعا عندنا بالنسبة ليه النبات عندنا لما جينا شرحنا الحلقة الماضية والدرس اللي فات اتكلمنا عن فيه عملية نتح وفيه عندنا خاصية الخاصية الإسموزية وخاصية النفاذية الاختيارية فعندي خاصيتين وعندي عملية بالإضافة لعملية البناء الضوء وعملية التنفس فعندنا بالنسبة للخاصية الإسموزية قلنا دي مرتبطة بامتصاص الماء ازاي الكيفية والنبات هيمتص الماء عن طريق الشعيرة الجزرية من خلال غشاء شبه المنفذ فهنا امتصاص الماء دي اسمها خاصية إسموزية انتقال الأملاح من خلال الغشاء شبه المنفذ وفق حاجة النبات سميناها نفاذية اختيارية أمال إيه المصوب بعملية النتح قلنا النتح عند النبات بنشبهه بالعرق عند الإنسان فالنتح عندنا يعتبر ايه هنا خروج أو فقد الماء في صورة بخار من النبات يبقى إذن إجابة السؤال رقم خمسة هيبقى الاختيار ألف هو الاختيار الصحيح رقم ستة عندنا أي مما يلي يوجد في مصباح الفلوريسينت ولا يوجد في المصباح الكهرابي المتواهج احنا اتفقنا مع بعض أنواع المصابيح نوعين مصباح متواهج ومصباح فلوريسينت قلنا المصباح المتواهج بينبعث منه الضوء نتيجة تواهج الفتيلة مصباح الفلوريسينت بينبعث منه الضوء نتيجة سقوط الكهرباء خلال غاز أو بخار والمادة المتقلقة أو المادة الفسفورية هي التي تشعع الضوء إلى الخارج فهنا بيقول لي إيه اللي موجود في مصباح الفلوريسينت ومش موجود فيه المصباح المتواهج غاز النيون ولا غاز الارجن ولا بخار الزئبك طبعا هنا الأسئلة بالنسبة لاختيار بنلجأ لحاجة اسمها استبعاد الإجابات الغير صحيحة لو أنا مش متأكد من الإجابة فنيجي عندنا في أول حاجة عندنا غاز النيون ما خدناش غاز النيون خالص يبقى إذن قادرة سبع الألف بيه وجيمة عندي غاز الارجن ولا بخار الزئبك غاز الارجن هو غاز خامل ويملأ بيه انتفاخ المصباح المتواهج وأيضا موجود في المصباح الفيلوريسنت يبقى هنا مش هختاره بقى عندي مين بقى عندي بخار الزئبك وأنه ده بيوجد فيه المصباح الفيلوريسنت يبقى إذن السؤال السادس عندنا هيبقى الإجابة بتاعتي هتبقى جيم فقرة جيم اللي هو بخار الزئبك ده عندنا بالنسبة لي السؤال الاختيار اللي هو موجود عندنا نيجي نشوف عندنا رقم سبعة من كواكب المجموعة الشمسية ذات الطبيعة الصخرية احنا اتفقنا مع بعض ان الكواكب قسمت الى مجموعتين اتنين مجموعة كواكب داخلية ومجموعة كواكب خارجية لو اعتبرنا ان دي الشمس فيه اربع كواكب قريبة من الشمس فسمناها كواكب داخلية او صخرية صغيرة الحجم الاربع كواكب التانين سمناها كواكب غازية ضخمة الحجم ايه الفرق بين الاثنين؟ الكواكب الصخرية عبارة عن صخور الكواكب الكبيرة الحجم عبارة عن غازات متجمدة هنا الكواكب الصخرية صغيرة الحجم الكواكب الغازية ضخمة حجمها كبير فهنا بالنسبة لي الكلام ده بيقول لي مين الكواكب اللي هنا لها طبيعة صخرية فجايب لي ثلاث اختيارات ألف عطارد الزهرة الأرض المريخ به المشتري زحل أورانوس نيبتون جيم الزهرة المشتري زحل نيبتون برضو من هنا احنا قلنا عندنا الكواكب الصخرية اللي هي أقرب أربع كواكب للشمس اللي هي تبعه طارد والزهرة والأرض والمريخ يبقى إذن في السؤال السابع هيبقى الفقرة ألف هي الصواب ده عندنا بالنسبة لي السؤال السابع السؤال الثامن عندنا يفضل استخدام التنجستين في صناعة المصابيح الكهربية لأنه ايه السبب عندنا؟ ألف درجة انصهاره منخفضة به رضيء التوصيل للكهرباء جيم درجة انصهاره مرتفعة ايه السبب أن احنا استخدمنا التنجستين عندنا؟ أو هو المادة الوحيدة اللي بتستخدم في صناعة فتيلة المصباح؟ ليه؟ لأن درجة انصهاره مرتفعة يبقى إذن السؤال السامن الإجابة الصحيحة هي جيم درجة انصهاره مرتفعة السؤال التاسع عندنا عند احتراك مصباح كهربي موصل على التوالي في دائرة كهربية مع عدة مصابيح كهربية فإن باقي المصابيح عندنا بيحصل لها إيه بقى تقل شدة إضاءاتها تزداد شدة إضاءاتها تنطفق طبعا في التوصيل على التوالي لو مصباحة حرق ايه اللي بيحصل عندنا؟ هيختار عندنا يبقى السؤال التاسع الإجابة الصحيحة جيم تنطفق جميع المصابيح أبنائي هنطلع فاصل انتظرونا وبعض الفاصل هنستكمل باقي الحلقة حبيبي رجعنا من الفاصل وبنستكمل مع بعض السؤال الأول اللي كان بعنوان اختر الإجابة الصحيحة فهنا هنرجع للسؤال رقم 10 ونشوف عندنا السؤال بيقول إيه؟ تحدث ظاهرة كسوف الشمس عندما تقع الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا ويكون الأرض بين القمر والشمس ولا القمر بين الأرض والشمس ولا الشمس بين الأرض والقمر؟ طبعا عشان نفرق بين الظاهرتين الاثنين هم السؤالين جئين واربعد عشر وواحد عشر فبالنسبة عندنا عشان يحدث كسوف لازم القمر هو الذي يقع بين الشمس والأرض يبقى هنا القمر هيقع فين؟ بين الشمس وبين الأرض فيحجب ضوء الشمس عن منطقة معينة من الأرض وبالتالي الأمر هو اللي هيكون له ظل على سطح الأرض فهنا بالنسبة لكسوف الشمس عندنا الشرط الأساسي أنهما الثلاثة يكونوا على استقامة واحدة ويكون القمر بين الأرض والشمس يبقى في السؤال رقم عشرة الإجابة الصحيحة عندي هتكون الفقرة باق القمر بين الأرض والشمس رقم 11 هذه الظاهرة الثانية عندنا تنشأ ظاهرة خصوف القمر عندما تقع الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا ويكون الأرض بين القمر والشمس ولا القمر بين الأرض والشمس ولا الشمس بين الأرض والقمر طبعا عشان يحصل الخصوف الخصوف عكس الكصوف الاثنين اللي بيعملوا بعض أو اللي يكونوا ظل عندنا هما القمر والشم والأرض الشمس عند جسمه مضيق ما يكون له ظل لكن مين اللي يكون له ظل الأجسام المعتمة اللي هو القمر والأرض ففي حالة الكسوف الأمر كان بيقع بين الشمس والأرض فتكون له ظل على الأرض طب في حالة الخسوف الخسوف بيحصل للأمر يبقى مين اللي هيكون له ظل عليه هتبقى الأرض يبقى إذن الخسوف عندنا لابد أن تكون الأرض هي التي تقع بين الشمس والقمر على استقامة واحدة يبقى السؤال رقم 11 هيبقى الإجابة صحيحة عندي الأرض بين القمر والشمس يبقى إذن أختار الفقرة ألف السؤال رقم 12 خاصية النفاذ الاختياري كلمة نفاذ يعني حاجة بتعدي أو تنفذ من جهة إلى الجهة الأخرى واختياري يعني وفقه اختيار حاجة معينة أو هنا أنا اللي بختار بس هنا هي خاصة بالنبات فالنبات بيسمح بنفاذ بعض المواد حسب الحاجة إليها أو هو وفقه احتياجاته ففي مواد يسمح لها بالنفاذ ومواد أخرى لا يسمح لها بالنفاذ فهنا بيقول لي خاصية النفاذ الاختياري هي السماح لبعض الأملاح بالمرور لحاجة النبات إليها ولا فقد الماء في صورة بخار ماء في النبات أو امتصاص الماء من الترب لو جينا عندنا النفاذ الاختياري هيبقى الإجابة الصحيحة هي ألف اللي هو السماح لبعض الأملاح بالمرور لحاجة النبات إليها ده السؤال رقم 12 هننتقل الآن إلى السؤال الثاني في الجدول الموضح ده يعتبر جدول أو تعتبر مسألة عن الروافع وبيقول لي إيه عندنا هنا لو بصينا كده هلاقي أربع صفوف وعندنا أربع أعمدة وثلاث صفوف القوة بالنيوتن زراع القوة بالسنتيمتر المقاومة أيضا بالنيوتن وزراع المقاومة سنتيمتر بيقول لي لو أنا عندي الكوة سين زراعها 5 سنتيمتر مقاومتي 1 نيوتن زراع مقاومة 10 سنتيمتر والمسألة الثانية أو الجزء الثاني عندي الكوة 4 نيوتن زراع القوة 5 سنتيمتر عندي المقاومة 2 نيوتن زراع المقاومة صاد أو جد قيمة كل من ألف عايز قيمة الكوة سين با عايز طول زراع المقاومة صاد أي مسألة عندنا أبناء بالنسبة للروافع عندنا لازم بيكتب قانون الروافع يبقى شرط أساسي في أي مسألة عندي في الروافع لازم أكتب القانون القانون عندنا كان بيقول لي كده القوة في زراحها تساوي المقاومة في زراعها ده أول حاجة عندنا نرجع للمسألة عندنا بيقول لي القوة بتاعتي سين يبقى قول له سين في زراحها بكام؟ في خمسة سنتي المفروض إنها بتساوي المقاومة اللي هي واحد نيوتن في عشرة سنتي أنا عايز سين قلنا دايماً الحاجة اللي أنا عايزها بخبيها يبقى سين بتساوي هخبي سين واخد لاتنين الإخوات اللي موجودين جنب بعض يبقى مين في مين هتساوي واحد في عشرة على خمسة الواحد في عشرة بعشرة على الخمسة فيها الاتنين أنا بجيب قوة يبقى تنين نيوتن يبقى هنا عندنا سين قيمتها اتنين نيوتن طيب أنا عايز صاد بيقول لي هنا عندنا الجزء الثاني من المسألة القانون برضو هيبقى موجود عندي هيقول لي هنا 4 في 5 بتساوي 2 في صاد طب أنا عايز صاد يبقى صاد بتساوي ايه؟ أخذ الاتنين اللي موجودين يبقى إذا أنا عندي صاد بتساوي 4 في 5 على الاتنين يعني ما اختصر على الاتنين فقال واحد 4 على الاتنين فقال الاتنين 2 في 5 بعشرة سنتيمتر يبقى صاد عندي طلعت بعشرة سنتيمتر وسين طلعت باثنين نيوتن وكده نكون حلينا مسألة الروافع فأي مسألة عندنا في الروافع لازم أكتب القانون بتاعي القوة في زراحها بتساوي المقاومة في زراعها ده القانون اللي بستخدمه في حل أي مسألة خاصة بالروافع نيجي نشوف عندنا السؤال الثالث بعنوان علل لما يأتي طبعا السؤال ده بيشوف بقى الطالب هل هو مذاكر ولا لأ أو فاهم الحاجة دي ولا مش فاهم فهنا أول جزئية عندي بيقول لي علل يبقى جين تلاتة علل وأول فقرة عندنا أو السؤال الأول فيه روافع النوع الثالث ذات أهمية في حياتنا بالرغم من أنها لا توفر الجهد دائما احنا اتفقنا مع بعض أن روافع عندنا ثلاث أنواع أول ثاني ثالث روافع النوع الأول توفر الجهد أحيانا روافع النوع الثاني توفر الجهد دائما روافع النوع الثالث لا توفر الجهد دائما وقلنا سؤال من ضمن الأسئلة على الرغم من أن الرافع النوع الثالث لا يستخدمها الإنسان إلا أنه لا يتوفر الجهد إلا أن الإنسان يستخدمه ليه؟ احنا اتفقنا مع بعض أن الرافع عندنا لها 6 فوائد أول فائدة كانت تجبير القوة ومن الحالة دي هنا بعمل عملية توفير أو بعمل توفير للجهد كان عندنا نقل القوة من مكان إلى آخر تجبير المسافة زي المكنسة اليدوية زيادة السرعة زي مضرب الهوكي الدقة في أداء العمل زي الملقة آخر حاجة عندنا تجنب المخاطر زي ماسك الفح فهنا الست وظائف دول منهم وظيفة واحدة اللي هي تجبير القوة اللي هنا في الحالة دي الإنسان بيوفر الجهد طب الخمسة التانين دول خاصين بمين؟ لو جينا لاحظنا كده هنلاقي الخمسة دول خاصين برافع النوع الثالث طب أنا هنا هقوله إيه؟ هقوله الكلام ده؟ هقوله لا نشوف بقى الإجابة بتاعته بتكون إزاي يبقى إذن هقوله كده رقم واحد هنقول لأن لها وظائف أخرى منها أقدر أقوله بقى تجبير المسافة وتجنب المخاطر والدقة في أداء الأعمال وطبع مش هكطر عن كده ليه؟ لأن عندي ورقة الأسئلة زي ما قلنا هي نفسها ورقة الإجابة فمش هقدر أكطر إجابات كتير فهكتفي بالحاجتين لاثنين دول أو بالثلاث نقاط دول رقم اثنين عندنا لا يمكن أن تتساوى القوة مع المقاومة في روافع النوع الثاني ليه روافع النوع الثاني؟ عمر القوة ما تتساوى مع المقاومة تعالوا بينا كده ما نفتكر كنا بنرسم روافع النوع الثاني إزاي؟ قلنا عندنا هذه الساكل المتينة بتاعتي هنا أدي نون هنا أدي هنا ميم وهنا كاف يبقى المسافة اللي هنا ديت كنا بنسميها زراع المقاومة والمسافة اللي من هنا كده لغاية نقطة الارتكاز دي كلها بقول عليها زراع القوة يبقى هنا ميم اللي في الوسط دي رافع من النوع الثاني فبيقول لي ليه بقى عمر لا تتساوى القوة مع المقاومة في روافع النوع الثاني عمرها الاثنين ما يتساو مع بعض إيه السبب هنا؟ أقول له كده السبب يبقى الإجابة لأن زراع الكوة دائما أكبر من زراع المقاومة فتكون الكوة ملها دائما أصغر من المقاومة فطبعا الاثنين عمرهم ما يتساو مع بعض السؤال الثالث عندنا الروافع لها أهمية كبيرة في حياتنا ليه؟ ليه الروافع لها أهمية كبيرة في حياتنا هنا بقى هاتطر أقول له لأن لها وظائف متعددة منها تجبير القوة مثل العتلة تجبير المسافة مثل المكنسة اليدوية نقل القوة من مكان إلى آخر مثل المكنسة اليدوية زيادة السرعة مثل مضرب الهوكي الدقة في أداء العمل مثل الملقة وأخيرا تجنب المخاطر مثل ماسك الفحم وماسك السلك أبنائي فاصل قصير استنونا هنرجع لكم بسرعة رجعنا من الفصل وبنستكمل مع بعض سؤال علل ومعانا السؤال رقم أربعة علل لما ياتي يستخدم التنجستين في صناعة فتيلة المصباح الكهراء إيه السبب عندنا أن الفتيلة لا تصنع إلا من هذه المادة ودي المادة الوحيدة اللي بتصنع منها الفتيلة إيه السبب؟ وطبعا عندنا سببين لكن إحنا يعني السبب الأساسي أو السبب الرئيسي عندنا بنقول اللي هو عبارة عن إيه عندنا يبقى هنا أنا بتكلم في السؤال رقم أربعة بنقول لأن درجة انصهاره عالية كما أنه يشعع الضوء عند مرور الكهرباء فيه يبقى عندي هنا السبب لأن درجة انصهاره عالية عشان ينصهر بيحتاج إلى درجة حرارة عالية جدا رقم اتنين بيتوهج ويشعع الضوء عند مرور الكهرباء فيه ده سبب اختيار مادة التنجستين في صناعة فتيلة المصباح الكهرباء رقم خمسة عندنا توصل المصابيح الكهربية في المنازل على التوازي ليه بيفضل توصيل المصابيح الكهربية في المنازل على التوازي؟ عندنا السبب طبعا لأن في التوصيل على التوازي بيحصله عندنا لا تتأثر شدة إضاءة المصابيح بزيادة عددها أو عند انتفاق أو تلف أحد المصابيع يبقى ليه السبب هنا؟ هقول له الإجابة عندنا يبقى السؤال الخامس الإجابة لأن شدة إضاءة المصابيح لا تتأثر بزيادة عددها أو عند تلف أو انتفاق أحد المصابيح يبقى السبب ليه عندنا؟ بنفضل التوصيل على التوازي أو هنا بتوصل في التوازي في المنزل ليه؟ لأن شدة إضاءة المصابيح عندنا في حالة التوصيل على التوازي لا تتأثر بزيادة عدد المصابيح أو عند تلف أو انتفاق أحد المصابيح بتظل الإضاءة بتاعته سابتة لا تتأثر لا بتزيد ولا بتقل على عكس التوصيل على التوازي السؤال السادس توجد قاعدة نحاسية في المصباح الكهرابي احنا تفقنا أن المصباح الكهرابي المتوهج من ضمن الأجزاء الأساسية في ثلاث أجزاء عندنا قلنا قاعدة معدنية اتنين انتفاق زجاجي رقم ثلاثة فتيلة التنجستين ليه عندنا بقى القاعدة المعدنية أو القاعدة النحاسية دي موجودة عندنا؟ إيه السبب أو إيه فايدة القاعدة؟ طبعا أي قاعدة عندنا أو أي شيء بتبقى عملية تسديد فهنا بالنسبة لي السؤال عندنا رقم 6 الإجابة بتاعتي هنقول ليه؟ لأنها تعمل على تثبيت المصباح يبقى بتعمل على تثبيت المصباح وحمله قائما في الدائرة الكهربية إذا هي اللي بتثبت المصباح وبيتشيله قائما في الدائرة الكهربية وطبعا عندنا هنا بقى على حسب وضع الدواية اللي هيركف فيها المصباح بتاخد الشكل الموجود ممكن تكون معلقة من السقفي عن نازلة كده أو ممكن تكون واخدة تجاه في الجنب أو واخدة ميلة أعلى هنا بيختلف الوضع بتاعي فكل الهدف منها تثبيت المصباح وحمله قائما ده بالنسبة ليه القاعدة المعدنية ما نخلطش بين القاعدة المعدنية وبين نقاط التوصيل اللي موجودين على القاعدة المعدنية فهنا فيه فرق ما بين الاتنين الموجودين عندنا نيك نشوف عندنا بالنسبة ليه السؤال اللي بعد كده السؤال رقم سبعة فيه النبات تفرز الشعيرة الجزرية مادة لازجة السؤال السابع على اللي ما يأتي تفرز الشعيرة الجزرية مادة لازجة ايه السبب عندنا قلنا دي من ضمن ملاءمة الشعيرة الجزرية عشان تقوم بالوظيفة بتاعتها وده من ضمن الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى اختص بها الشعيرة الجذرية عشان تقوم بوظيفة الامتصاص ايه السبب بقى ان الشعيرة بتفرز هذه المادة اللازجة بيقول لكده عندنا الاجابة يبقى رقم سبعة ايه الاجابة بتعمل هنا اول حاجة لها فايدتين اتنين اول فايدة عندنا لتقلل من الاحتكاك مع حبيبات التربة عشان تقلل من الاحتكاك الشعيرة الجذرية مع حبيبات التربة رقم اتنين بيقول لكده وتعمل كاغشية مائية بتعمل كاغشية مائية بتجذب الماء اليها يبقى هنا المادة اللازجة لها وظيفتين اول وظيفة بتقلل من قوة الاحتكاك بين حبيبات التربة والشعيرة الجذرية رقم اتنين بتعمل كاغشاء مائي يجذب الماء اللي موجودة في التربة يقربوا من الشعيرة الجذرية او يجمعوا جنب الشعيرة الجذرية يبقى لها وظيفتين زي ما قولنا تقليل الاحتكاك رقم 2 بتجذب الماء إلى الشعيرة الجزرية عشان تقوم بعملية الامتصاص السؤال الثامن بيقول لعندنا تستطيع الشعيرات الجزرية في النبات امتصاص الماء من التربة ليه الشعيرة الجزرية بتقدر أنها تمتص الماء من التربة طبعا عندنا بسبب مين بسبب الخاصية الاسموزية يبقى السؤال عندنا رقم 8 والإجابة بتاعتي هنقول بسبب الخاصية الاسموزية وإيه كمان عندنا ولأن تركيز المحلول داخل الفجوة العصارية للشعيرة الجزرية يبقى لأن تركيز المحلول اللي موجود جوه الفجوة العصارية للشعيرة الجزرية ماله أكبر من تركيز محلول التربة يبقى السبب عندنا لأن تركيز المحلول داخل الفجوة العصارية أكبر من تركيز محلول التربة مما يؤدي إلى انتقال الماء من التربة إلى داخل الشعيرة الجزرية ودي الخاصية اللي موجودة عندنا وهي التي تجعل الشعيرة الجزرية قادرة على امتصاص الماء من التربة نجي للسؤال رقم 9 توجد فتحات منتشرة بكسرة على السطح السفلي لأوراق النبات يبقى هنا عندنا إيه السبب؟ ليه الصغور دي موجودة عندنا؟ هي طبعا هذه الفتحات بنسميها صغور وأن الصغور هي عبارة عن فتحات دقيقة بتوجد على سطحي ورقة النبات وطبعا بنشبه الصغور بالمسام اللي موجودة على سطح الجلد بالنسبة للإنسان وطبعا هذه الصغور لها أهمية في عملية النتح اللي برضو عندنا بالنسبة للإنسان عملية إفراز العرق الصغور اللي موجودة عندنا عدد على السطح السفلي أكتر من عدد على السطح العلوي ليه بقى هنا منتشر على السفلي أكتر؟ زي ما أنا حطت إيدي كده دايما سطح العلوي اللي ورقة هو المعرض للشمس فهنا لو كان عدد الصغور اللي موجودة على السطح العلوي كبير كان النبات هيفقد كمية كبيرة من الماء عن طريق عملية النهاتح لكن ربنا صحانه وتعالى جعل العدد الكبير موجود على السطح السفلي وطبعا السطح السفلي بيكون في منطقة الظل لأن الورقة بيكون جسم معتم فهنا بالزبط ده الصغور الموجودة هنا مش هتتأثر بحرارة الشمس يبقى لو حبيت أجاوب على السؤال هقوله إيه بالنسبة الرقم 9 لتقليل فقد النبات للماء على هيئة بخار في عملية النتح يبقى الهدف عندنا هنا من إن عددها على الصغور في السطح السفلي كتير لتقليل فقد النبات للماء على هيئة بخار في عملية النتح ده حكمة ربنا صبحانه وتعالى من جعل عدد الصغور على السطح السفلي أكتر من عددها على السطح العلو نيجي عندنا بالنسبة ليه السؤال رقم عشرة عمر الشعيرة الجذرية لا يتجاوز عدة أيام أو أسابيع ليه؟ ليه دايما عمرها قصير كده وما بتطولش زي النبات أو زي أوراق النبات السبب عندنا احنا يمكن نتكلمنا في جزئية عنه ايه السبب عندنا بيقول كده؟ لأنها تتمزك نتيجة احتكاكها بحبيبات الطربة يبقى السبب لأن الشعيرة الجذرية أثناء تغلغلها بين حبيبات الطربة عشان تمتص الماء والأملاح بيحصل إيه؟ بيحدث احتكاك بينها وبين حبيبات الطربة نتيجة لهذا الاحتكاك الشعيرة الجذرية بتتمزك وبالتالي بتموت وتتجدد باستمرار يعني هنا من حكمة ربنا سبحانه وتعالى أنها بتموت وتتجدد بتنمو خالية جديدة وتتجدد الشعيرة الجذرية فعمر الشعيرة الجذرية لا يتجاوز بضعة أيام أو عدة أسابيع ليه؟ لأنها تتمزق نتيجة احتكاكها مع حبيبات الطرب ده كان السؤال رقم عشرة فعلل نيجي نشوف عندنا بالنسبة ليه السؤال الرقم عندنا 11 يوجد غشاء خلوي في الشعيرة الجذرية ليه الشعيرة الجذرية موجودة عندها غشاء خلوي؟ طبعاً الغشاء الخلوي عندنا ده له وظيفة أو له فائدة في عملية النفاذ الاختياري والغشاء الخلوي عندنا بيتميز بأن له خاصية النفاذ الاختياري إيه بقى وظيفة الغشاء الخلوي هنا؟ يبقى الإجابة عندنا بالنسبة ليه السؤال رقم 11 إيه السبب؟ هنقول ليسمح بمرور الأملاح والمواد التي يحتاجها النبات للقيام بعملية البناء الضوش يبقى هنا السبب لأن النبات محتاج أنه يسمح بمرور بعض الأملاح أو المواد ولا يسمح بمرور آخر فهنا الغشاء الخلوي بيكون له خاصية اللي هي النفاذ الاختياري آخر سؤال عندنا بالنسبة ليه علل استخدام ساق من الخشب لدفع مصابي الحوادث الكهربية يبقى عندنا رقم 12 السبب ليه؟ بقول كده لأن الخشب عازل للكهرباء وطبعاً لازم يكون خشب جاف ما يبقاش خشب مبلل يبقى الهدف هنا من إيه؟ لأن الخشب عازل للكهرباء وبالتالي بيعزل هذا الشخص المصاب عن الكهرباء باستخدام ساق الخشب أو أي مادة بيكون عازلة للكهرباء أحبائي فاصل قصير ورجعنا لكم بسرعة استنون حبيبي رجعنا من الفاصل ومعنا السؤال الرابع والسؤال الرابع عندنا بيقول ما المقصود بكل من السؤال الرابع عندنا يعتبر مختلف عن المصطلح العلمي يعني صورة مختلفة أو صورة معكوسة للمصطلح العلمي في المصطلح العلمي كان هو بيقول للعبارة وأنا بقول اسمها إيه؟ هنا بقى العكس هو داني الاسم وبيقول لي دي معناها إيه؟ فأول حاجة عندنا بيقول لي المواد العازلة الكهربائية يبقى أول حاجة عندنا لو حبينا نعرف المواد العازلة للكهرباء هي هقول له كده المواد التي لا تسمح بمرور الكهرباء من خلالها ده تعريف المواد العازلة للكهرباء يبقى مادة عزلة للكهرباء يعني مادة لا تسمح بمرور الكهرباء من خلاله ده معنى مادة عزلة للكهرباء رقم 2 الحرائق الكهربية ايه معنى الحرائق الكهربية؟ احنا عندنا اختار الكهرباء اسمناهم لنوعين 2 قلنا كان فيه عندنا اصابات مباشرة واصابات غير مباشرة الاصابات المباشرة عندنا كالثلاث انواع حرائق كهربية صدمة كهربية حروق كهربية نحن قلنا الحرائق بتحدث لمين للممتلكات بتاعة الإنسان فإيه هي الحرائق الكهربية؟ هقوله كده أحد أخطار الكهرباء أحد أخطار الكهرباء تحدث نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأجهزة الكهربية ده يعتبر معنى الحرائق الكهربية يبقى هي أحد أخطار الكهرباء تحدث نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأجهزة الكهربية أو الأجهزة التي تولد حرارة ومن هنا طبعاً كان عندي ثلاث أسباب بتؤدي ليها من أسبابها اللي هي وضع مواد قابلة لإشتعال بجوار الأجهزة التي تولد حرارة أو زيادة التحميل الكهرابي أو توصيل عدة أجهزة على فيش واحد ده معنى أو ما المقصود بالحرائق الكهربية رقم ثلاثة عندنا الدائرة الكهربية البسيطة إيه معنى دائرة كهربية بسيطة؟ بالنسبة للدائرة الكهربية عندنا بقول له كده الدائرة الكهربية عبارة عن إيه؟ بيقول لي مصار مغلق بيمر فيه الطيار الكهربية ده تعريف الدائرة الكهربية أو فيه تعريف آخر بنقول هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مصدر كهربية وجهاز كهربية ومفتاح وأسلاك كهربية متصلة ببعضها يبقى هنا عندي تعريفين للدائرة الكهربية ممكن أقول مصار مغلق بيمر فيه الطيار الكهربية أو هي عبارة عن مصدر كهربية ومصباح كهربية ومفتاح كهربية وأسلاك كهربية وجميعها متصلة ببعضها ده كده تعريف الدائرة الكهربية رقم أربعة ما المقصود بخصية النفاذ الاختياري رقم أربعة خصية النفاذ الاختياري ايه معنى كلمة نفاذ اختياري بيقول لي كده؟ هو السماح لبعض الأملاح بالمرور خلال غشاء شبه أو الغشاء شبه المنفذ للشعيرة الجزرية وفق حاجة النبات يبقى هي خصية السماح لبعض الأملاح بالمرور من خلال الغشاء شبه المنفذ للشعيرة الجزرية وفق حاجة النبات إليها ده عندنا بالنسبة لي السؤال الرابع اللي كان بعنوان ما المقصود بكل منه السؤال الخامس اشرح كيف ينتقل الماء والزائبات إلى كل أجزاء النبات عندنا طبعا الكلام ده يبقى هنا جيم خمسة ازاي بتنتقل الماء والزائبات؟ أول حاجة عندنا الماء والزائبات موجودة من؟ موجودة في التربة تنتقل من التربة عن طريق الشعيرة الجزرية هيبقى عنده هنا حاجتين اتنين الماء والأملاح الماء عن طريق خاصية مين؟ الخاصية الاسموزية وعندنا بالنسبة لي الأملاح بخاصية النفاذية الاختيارية يبقى ده إزاي هنتقل؟ الاتنين دول بقى إزاي بينتقل عندنا؟ أول حاجة بتنتقل من التربة إلى الشعيرة الجزرية ومنها إلى طبقة البشرة ثم الكشرة ثم طبقة الإندوديرمس إلى أوعية الخشب ومن أوعية الخشب بتنتقل ومنه إلى الساق والأوراق ويساعد في هذه العملية قيام النباب بعملية النتح التي تولد قوة شد بتساعد على رفع الماء والزائبات إلى أعلى يبقى أنا عندي هنا العملية دي بتحتاج إلى ثلاثة أشياء بتحتاج إلى خاصية اسموزية رقم اتنين خاصية النفاذية الاختيارية رقم ثلاثة بتحتاج إلى قيام النباب بعملية النتح الشعيرة الجزرية بتبدأ عندنا تمتص الماء والأملاح زي ما قلنا بالخاصية الاسموزية هتمتص الماء وخاصية النفاذية الاخترية هتمتص الأملاح الأملاح بعد ذلك بتنتقل إلى طبقة البشرة اللي موجودة في الجزء ومنها إلى القشرة إلى خلايا الاندوديرمس بينظم مرور الماء والأملاح إلى أوعية الخشب أوعية الخشب بتحمل الماء والأملاح وتنقلها من الجزء إلى الساق إلى الأوراق عشان عملية الشد دي أو السحب دي يتم قلنا عندنا نباب بيقوم في هذه الحالة بعملية النتح تساعد على رفع الماء والزائبات إلى أعلى ضد الجاذبية الأرضية ده عندنا كان بالنسبة ليه السؤال الخامس السؤال السادس عندنا مسألة على الروافع وبيقول لي إيه عندنا في المسألة هنا رافع من النوع الثاني يبقى رافع من النوع الثاني القوة المؤثرة عليها 100 نيوتن وطول زراحها 25 سنتي تؤثر على مقاومة مقدارها 500 نيوتن احسب زراع المقاومة يبقى مسألة زي كده لازم تقرأ المسألة الأول رقم اتنين تعالوا نطلع المعطيات بتاعتي أنا عندي أربع حاجات عندي قوة يبقى هنا هقول له القوة بتساوي عندنا كام 100 نيوتن الزراع بتاعها بيساوي 25 سنتي نيجي الناحية التانية المقاومة قيمتها كام عندي قالي 500 نيوتن زراحها زراع المقاومة وقال لي مجهول أنا عايزه يبقى هنا علامة استفام أو ممكن أقول سين عشان أحل المسألة كده أنا كتبت المعطيات بتاعتي أول حاجة عندي القوة 200 نيوتن والمقاومة 500 نيوتن رقم اتنين زراع الكوة 25 سنتي هقول له إيه عندنا الحل عندي إزاي يحل المسألة رقم واحد قلنا بكتب القانون القانون كان بيقول ليه القوة في زراعها تساوي المقاومة في زراعها زراعها أبدأ أعوض القوة بتاعتي 100 في 25 بتساوي 500 في سين يبقى أنا عايز كده زراع المقاومة هقول له زراع المقاومة يساوي هذه سينة عندي بخبيها يبقى أخذ الاتنين اللي موجودين في بعض يبقى مين في مين المية في 25 على ال500 طبعا مش محتاجة على حزبة أول حاجة عندي أنا عندي فيه صفرين فوق وصفرين تحت يبقى صفرين فوق هيطيروا مع الصفرين اللي تحت 25 و 5 على الخمسة فيها الواحد 25 على الخمسة فيها الخمسة يبقى الناتج 5 سنتيمتر يبقى هنا أول حاجة لازم أكتب القانون رقم اتنين أحل المسألة رقم ثلاثة خلي بالي من وحدة التمييز بتاعتي لازم تكون موجودة في شكل ده يبقى إذن زراع المقاومة عندي هيساوي كام 5 سنتيمتر بكده نكون حلينا السؤال السادس وبكده نكون انتهينا من التدريب الأول نبدأ مع بعض التدريب الثاني صفحة 62 في التدريبات والتدريب الثاني أول سؤال بيقول أذكر المصطلح العلمي الدالة على كل عبارة من العبارات التالية أول واحدة رقم واحد المواد التي تسمح بمرور الطيار الكهرابي خلالها يبقى إذن عندنا جيم واحد أو إجابة السؤال الأول رقم واحد أقول عليها إيه بقى المواد جيدة التوصيل للكهرباء ده المصطلح الأول مصطلح الثاني آلاف بسيطة تعمل على توفير الجهد يبقى هنا عندنا اسمها إيه؟ الروافع ما جيش أقول له بقى روافع النوع الثاني لا هنا المقصوب بيها الروافع رقم ثلاثة مجموعات من ملايين النجوم تكون جزرا من الضوء وسط محيط من الزلام الدامس المصطلح ده ده اللي هو تعريف مين؟ المجرات يبقى رقم ثلاثة المجرات أو المجرات رقم أربعة فجدان الماء على هيئة بخار ماء عن طريق فتحات في أوراق النبات تسمى الصغور وهنا عندنا بالنسبة لي الإجابة هنا هتبقى مين؟ الفجدان ده بقول عليه عملية النتح ودي العملية اللي بيقوم بيها النبات ليه يمتص الماء والأملاح لأنها بتولد قوة شد أبناء حبيبي فاصل قصير استنونا راجع لكم بسرعة حبيبي رجعنا من الفاصل ومعانا السؤال الثاني تخير الإجابات الصحيحة السؤال الثاني عندنا تخير الإجابة الصحيحة وزي ما قلنا عندنا ما تستعجلش في اختيار الإجابة تقرى السؤال تقرى الاختيارات اللي موجودة عندنا وبعد كده اختار الإجابة الصحيحة أول سؤال عندنا بيقول جدار الشعيرة الجزرية ألف سميك برقيق جيم متوسط احنا اتفقنا مع بعض أن من ضمن خواص الشعيرة الجزرية إن الجدار بتاعها جدار بيكون رقيق يبقى إذن السؤال الثاني اللي هو تخير أول واحدة هختار الإجابة به اللي هي هنقول عليها رقيق رقم اتنين من أمثلة المواد جيدة التوصيل للكهرباء عندي تلف مواد ألف الخشب بقى البلاستيك جيم إن حاس يبقى المادة المواصلة للكهرباء عندنا هتبقى اختيار جيم اللي هو هقول عليه اسمه يبقى النحاس وده يعتبر من أفضل المعادن عندنا توصيلاً للكهرباء رقم ثلاثة من روافع النوع الثالث صنارة السمك ولا الأرجوحة ولا كسارة البندق طبعاً عندنا روافع النوع الثالث بتقع فيها القوة بين المقاومة ونقطة الارتكاز الأرجوحة عندنا رفع من النوع الأول كسارة البندق رفع من النوع الثاني يبقى إذن الاختيار الفاضل عندي هو صنارة صيد السمك يبقى من روافع النوع الثالث عندنا هتبقى الإجابة ألف صنارة السمك ده عندنا بالنسبة لي السؤال الثاني اللي هو كان تخير الإجابة الصحية نيجي نشوف السؤال الثالث هو سؤال مقالي بيقول وضح ماذا يحدث في الحالات التالية إيه اللي هيحدث هنا؟ طبعا ما طلبش تفسير أو تعليل هنا بالضبط زي ماذا تلاحظ؟ يجي عندنا هنشوف أول حاجة عندنا توصيل المصابيح الكعربية في المنازل على التوالي إيه اللي هيحصل عندنا؟ يبقى هنا هقوله رقم واحد بتقل شدة إضاءة المصابيح بزيادة عددها ده أول حاجة عندنا وتنطفق جميعها عند تلف أو انتفاق أحد المصابيح ده اللي هيحدث في الحالة الأولى طيب رقم اتنين عندنا ماذا يحدث عندما يقع القمر بالكامل في منطقة ظل الأرض؟ الأمر كله بالكامل بقى في منطقة ظل الأرض يحدث إيه عندنا؟ يبقى هنا هقوله عندنا هذا رقم اتنين يحدث خصوف كلي بيحدث خصوف إيه؟ كلي ده عندنا بالنسبة ليه رقم اتنين رقم ثلاثة ماذا يحدث عندما يقع جزء من القمر في منطقة ظل الأرض؟ يبقى هنا هقوله في الحالة دي يحدث خصوف جزئي وطبعا الخصوف الكلي والجزء دول مين؟ للقمر ده عندنا بالنسبة ليه رقم ثلاثة وعندنا أبنائي حبيبي نيجي للمفاجأة اللي موجودة في نهاية حلقتنا عندنا سؤال السؤال ده هنبدأ نفكر فيه وإن شاء الله يعني نسجل الإجابة بتاعتنا والحلقة القادمة إن شاء الله هنبدأ هقول إيه اللي هي الإجابة الصحيحة لهذا السؤال ونشوف إجابتنا إحنا هل توصلنا لها ولا لا السؤال بتاعنا بيقول إيه أنا هكتبه معاك هوت قمت بشراء مصباح كهربي متوهج جديد ولكن المصباح لم يضيق السؤال ما هي الاحتمالات الصحيحة وراء عدم إضاءة المصباح ده سؤال بتاعنا النهاردة إيه هي الأسباب المتوقعة اللي ممكن تكون وراء عدم إضاءة هذا المصباح أبنائي حبيبي في نهاية حلقتنا بشكركم أتمنى أن فعلا تكون حلقتنا النهاردة استفدنا منها استفدنا من الأسئلة انتظرونا في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته